اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد ونحن نواصل رحلتنا مع قصة الكنيسة قصة الكنيسة الاولى في سفر العمال القصة الملهمة القصة المشجعة التي نرى فيها بوضوح اعمال الروح القدس اعمال المسيح التي لم تتوقف ونصل قدامنا النهار ده سفر العمالة صح 3 من اية 1 لآية 23 وهي معجزة شفاء بطرس للأعرج عند باب الهيكل الجميل واضح هذا النص تحت عنوان الكنيسة وخدمة الشفاء بطرس يوحن الحياة كانوا في طريقهم للهيكل للصلاة اوقف هما هذا الرجل المقعد بيطلب صدقة نظر اليه بطرس وقال له ليس ليف الدولة ذهب ولكن الذي ليف اياه وعطيك باسم يسوع المسيح الناصري كم وامشي آية 6 في هذا الاصح صح 3 فقام الرجل ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله هنا عمل جديد من اعمال المسيح استخدم اتنين من تلاميذه وحب اقول هنا في البداية انه هذا السناء المبارك بطرس يوحن بالليوم الحياة كتير مع بعض في الخدمة زي مثلا من البداية لما الرب يسوع ارسلهم اتنين اتنين في لوع عشرة في الارسلية الاولى بطرس يوحن بصفة خاصة كانوا عاشوا الفكرة دي الحقيقة قبل اتباعهم ليسوع كانوا هما الاتنين شركاء في المهنة والعمل مضلب لعرفهم اللوءة خمسة وبعد ان اختارهم الرب كان يصطحبهما ومعهما يعقوب اخو يوحن ابن زبدي بطرس ويعقوب ويوحن كان الرب بيصطحبهم في مناسبات خاصة هما تلاتة اللي كانوا معاه على جبل التجلي وفي بستان جسيماني وبطرس ويوحن هم اللي ارسلهم الرب علشان يعداء الفصح في لوعة اتنين وعشرين وراحوا مع بعض هما الاتنين للقبر في فجر القيامة وبعد القيامة كانوا مع بعض في قانا الجليل بعد كرازة في لوبوس في السامرة في عمال تبانية بطرس ويوحن راحوا علشان يأيدوا خدمة في لوبوس في السامرة والصلاة لاجلهم لاجل قبول الروح القلوس فعلى الارجح ان هما اتفقوا مع بعض يروحوا مع بعض للهيكل في ساعة الصلاة التاسعة وقلنا مرة قبل كده ان الرسل كانوا بيروحوا للهيكل من اجل الكرازة بالانجيل لكن بطرس ويوحن عند الباب اكتشفوا انه في احتياج عند هذا الانسان اللي بيطلب صدقة هو طلب صدقة لكن هما اكتشفوا انه احتياجه الاكبر للشفاء اكتر من احتياجه للصدقة وهنا بنسأل هل الكنيسة النهاردة مسؤولة عن خدمة اخرى غير الكرازة بالانجيل وهل عليها ان هي تهتم باحتياجات الانسان المختلفة مادية كانت ام روحية اقول نعم هذا المشهد يرينا انه الكنيسة ينبغي ان ترى احتياجات الناس وتهتم بها وما اكثر هذه الاحتياجات جسدية نفسية مادية عائلية بالطبع الى جانب الاحتياج للرسالة الخلاص من الخطيئة والمرض بيعتبر مشكلة عامة لكل البشر بعض يأتي سريعا وقد ينتهي سريعا وبعض يطول ويصبح مزمن ومنه ما يصيب الجسد فقط واخر يصيب النفس والفكر وكل الكيان الكنيسة اللي ديها دعوة من الله علشان تهتم بالنفوس وترعاها بفكر المسيح الاهتمام بكل الانسان الاهتمام بكل الانسان الانسان في تكوينه كل متكامل يتكون من جسد ونفس وروح واحنا الحقيقة بنخطي لما نتوقف في خدمتنا عند جانب واحد من هذا الكيان الشامل حتى الاطباء ومنهم اخصائيون يعالجون جوانب محددة في متاعب الانسان الصحية وهم بيعملوا كده بيدركوا اهمية الصحة العامة للفرد جسدا ونفسا وروحا هكذا الكنيسة ينبغي ان تهتم باحتياجات الانسان الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية بطرس في طريق الخدمة الكرازة لكن لم يستطع ان يغض بصره عن احتياجات هذا الانسان المادية والصحية بيتطرف البعض احيانا بتقديم رسالة الخلاص من الخطيئة ومن الجحيم وينسى الاحتياجات الاخرى للانسان والبعض الاخر بيتطرف في الجانب الاخر ويكتفي بتقديم حاجات الانسان الزمنية دون تقديم رسالة انجيل المسيح والبعض بيرى انه يكفي ان تكون الكنيسة تجمع لجماعة او جماعات يقضوا قطيب مع بعض ويمرسوا اجتماعياتهم معا وكأن الكنيسة هي نادي اجتماعي الكنيسة الاولى كانت مهتمة جدا بتقديم رسالة الانجيل علشان خلاص الخطاة وكانت مهتمة ايضا باحتياجات الانسان المادية حتى انها اقامت سبع من الخدام لهذه الخدمة وهي ما عرفت بخدمة الموائد وحتما تعلم الرسل هذه الرؤية من يسوع نفسه اللي علم الجموع وكان يكرز ببشارة الملكوت لكن كان اهتمامه مش بس بخلاص الانسان من الخطايا لكنه ايضا كان يشبع الجموع ورفض ان يصرفهم جياعا لان لا يخوروا في الطريق شفى المرضى عزى الحزانة طهر الابرس الرب كان بيقترب من الناس ويسدد احتياجاتهم كان بيهتم بالقلوب المكسورة ايا كان سبب انكساره او علمه لشان كده بنقرع عن يسوع انه كان يطوف المدن والقرى يعلم في مجامعهم يكرز ببشارة الملكوت يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب من هذا المنطلق تجاوب بطرس مع هذا المقعد مع انه لا يملك مال فضة او ذهب يقدمه صدقة له لكن بطرس رأى انه يملك ما هو اسما واعظم من الصدقة ودخليني اجل الفكرة التانية الكنيسة تقدم ما عندها تفرس بطرس في هذا الانسان مع يوحنى وقال انظر الينا فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي في اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وامسكه بيده اليمنى واقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوسب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله ما كانش ممكن لبطرس يوحنى يشوف احتياج هذا الانسان ويقف مكتوف الايدي زي ما كتب بعد كده الرسول يعقوب في الصح 2 الرسول يعقوب كتب لينا هذه الكلمات الرائعة والمعلمة يكتب هذا ويقول في اية 15 و 16 ان كان اخ واخت عريانين عريانين ومعتزين للقوت اليومين فقال لهم احدكم انضيه بالسلام استدفئه واشبعه ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة يمكن في اللحظات دي افتكر بطرس كلام الرب لما كلفهم بالارسالية العظمى وشجعهم انه في ايات هيصنعوها باسم الرب ومنها انهم يخرجوا الشياطين باسمي يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرقون او تذكر الوعد ان سألتم شيئا باسمي فاني افعله لكن التحدي ان ده اول عمل معجزي يعمل بطرس في سفر العمل لكنه قبل التحدي يمكن اللي شجعه هو استخدامه لاسم الرب ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري كن وامشي وبعدين مد يده اليومنا وامسك بالمقعد وفي الحال في قوة غير عادية صارت في جسده فاقام بطرس تشددت رجلاه وكعباه صار يعمل افعال لم يعهدها من قبل من بطن امه يحمل لكن الان وسبه ووقفه وصار يمشي ويطفر ويسبح الله داخل ليكل كل ده بيه التعبير عن الحالة الجديدة اللي صار عليها والمعجزة اللي تمت معاه وده اللي كان يملكه بطرس الكنيسة اليوم مدعوة لتبزل كل جهد لاجل تزديد احتياجات الانسان هي تملك ما يعين الانسان في حاضره ومستقبله يمكن احباي ان نرى في هذا المقعد صورة للبشرية كلها زي ما كان هذا الرجل اعرج هكذا الناس في جي كل جيل ان يعرجون مش عارفين الطريق الحقيقي الى الله زي ما كان هذا الانسان مقعد يستعطي هكذا البشر بسبب الخطيئة والكراهية والشر صاروا مقعدين لا يخدمون احد بل ويشعرون بالفراغ ويستعطون الحب والعطف والاحترام هذا المقعد كان يظن ان حل مشكلته في المال زي ما بيفكر معظم الناس المهاردة فاحبوا المال وعبدوه ولكنهم للأسف لم ولن يشبعوا منهم لكن بطرس ويوحنى بقدموا لينا مثال رائع سمعاء سرخة المقعد شافوا احتياجه قدم له بطرس ما يملك وهذا اغلى من المال والصدقة فهل ننظر الى العالم من حولنا ونرق له هل نسمع صراخه اعبر الينا وعنا عندما تقوم الكنيسة بخدمة الرعاية والمشهورة فانها تقدم خدمة شفاء للنفوس المنحنية والمتألمة وما اكثرها تقدم خدمة جليلة للعلاقات المكسورة والمحطمة وما اكثرها هل ندرك احبائي اننا نملك شيئا سمينا جدا يحتاجه العالم هل نحن على يقين اننا بانجيل المسيح نحن اغنياء جدا والعالم ينظر الينا ويستعطي فهل نقدم له ما عندنا كما فعل بطرس ثم اخيرا اقول الكنيسة وخدمة الشفاء اولوية الاحتياج الروحي بينما كان الرجل الاعرج الذي شوفي متمسكا ببطرس الوحنة تراقد اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان هم مندهشون لما رأى بطرس هذا المشهد تكلموا قال ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا لماذا تشخصون الينا كأننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله اباءنا مجد فتاه القدوس الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بلاطس وهو حاكم باطلاقه رئيس الحياة قتلتموه وكم البطرس الرسالة وقدم رسالة رائعة في الايات من 3 الى 26 من 11 معزرة الى 26 في اصاح 3 من سفر العمال قدم رسالة يحكي فيها عن مشورات ومقاصد الله اللي وعد منذ القديم وكلم الانبياء عن المسيح الاتي يسوع المسيح وكان الاعلان اخد كلام من بطرس ومن يوحنة مساحة كبيرة من الوقت لانه ادركوا انه دي حاجة هذا الانسان وكل انسان فالكنيسة بينما هي مدعوة لخدمة الانسان كله كما رأينا لكن احتياجه الروحي وعلاقته مع الله هي من اهم احتياجاته اذا اكتفت الكنيسة بتقديم الاحتياجات المادية والزمنية في الحقيقة بتقدم خدمة موقتة مش ابادية لكن الخدمة الابادية بتقدمها الكنيسة مع رسالة الانجيل كان ممكن بطرس بعد الشفاة هذا المقعد يتجرق ويقول يلا اذهبوا واحضروا كل المقعدين اللي اشفيهم كان ممكن يعمل كده لكن عوضا عن هذا الكلام عوضا عن دعوة كل المقعدين لشفاهم قدم رسالة الخلاص شرح فداء المسيح لاجل خطيانا اهتم بطرس انه يشرح للجماهير ليس فقط معجزة شفاء المقعد بل بالحري سر الاسم اللي تمت بيه المعجزة قال بطرس باسم يسوع المسيح المسيح الناصري كم وامشي لكنه اخد الوقت الاطول في عزة رائعة يشرح فيها كيف ان يسوع المسيح هو اللي صنع المعجزة هو نفسه رئيس الحياة هو دا اللي قتلوه وهو دا اللي اقامه الله من الاموات وبعدين في الاخر قدم ليهم الدعوة للتوب عن الخطايا والايمان بيسوع فتغفر خطاياهم اراد بطرس ان يؤكد ان الشفاء الجسدي كان دليل على شفاء روحي داخلي كنيسة اذا تملك عطية اخرى لا يملكها الاخرون تملك نعمة الله المخلصة وعليها ان هي تعلن ما اعلنه بطرس هنا ان يسوع هو مصدر الحياة وموت واتى الينا بالحياة الابدية رفض المسيح يعني رفض الله وبالتالي فهناك ضرورة للتوبة ونتيجة التوبة محو الخطايا ونوال الحياة الابدية على الكنيسة النهاردة انها تدرك ان هذه الفرصة مقدمة حبائي للجميع متاحة اليوم لجميع الناس في ناس النهاردة بتخسر هذه الفرصة وبالتالي بتضيع ابديتها لما الكنيسة بتشوف رسالتها وانها المؤسسة الالهية الموجودة على الارض ينبغي على كل عضو فيها يدرك رسالته تجاه الاخرين ويمتلق بمشاعر الشفقة والعطف والحب للناس البعيدة اللي تحتاج لرسالة الخلاص وقتها يكون لديه الاستعداد لدفع سمن تقديم هذه الرسالة الكنيسة مدعوة اليوم لهذه الخدمة المباركة خدمة الشفاء زي ما ذكرت من شوية أديها القلوب المكسورة أديها العائلات المنقسمة أديها النفوس المنحنية وفي ايد المؤمنين الأطقياء النهاردة يذهبوا لشفاء هذه النفوس ولتقديم رسالة حياة باسم يسوع المسيح اللي بطرس شفى بيه المقعد كنيسة النهاردة تمتلك نفس الاسم اسم يسوع المسيح الحي ومعاها أروع وأقوى رسالة رسالة الإنجيل لكل من يقبلها بتضيير حياته ويصبح خليقة جديدة هل نقدر الرسالة التي بين أيدينا هل لدينا مشاعر الشفقة والمراحم والإحسان على النفوس المتألمة من حولنا بطرس وقف وقاله ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي فإياه أعطيك محتاجين النهاردة نكرر نفس المعنى نفس الهدف الذي لنا نعطيه للعالم مش هنعيد الغلطة بتاعة شعب إسرائيل زمان ونخبئ ما لنا لا ما لنا نقدمه للناس اللي عندهم احتياك وهكذا تتمم الكنيسة رسالتها ويتقدم خدمة الشفاء للعالم المريض المحتاج وإلى أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم أستودعك صديق المشاهد لنعمة الله العاملة في حياتنا جميعا والرب معك اشتركوا في القناة